هذا وقد رسخ المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى من خلال ميثاقه ودستور مملكة البحرين عملية المساوى وتكافؤ الفرص بين الجنسين وكلف المجلس الأعلى للمرأة بمتابعة ذلك وتبني مبادئه نعم فالمجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بن تبراهيم الخليفة عمل خلال مسيرته على وضع السياسات والاستراتيجيات التي من شأنها تطوير التشريعات وإيجاد الأدوات لتأطير الجهود الداعمة لتحقيق التوازن بين الجنسين بات مبدأ التوازن بين الجنسين مفهوم يتداوله المجتمع الدولي في محافله الإقليمية والدولية وأصبح العالم يستعرض التجارب وما حققه من نجاحات على صعيد نشر هذا المفهوم وما يعتريه أيضا من منعطفات وتحديات بسبب عدم إقرار بعض التشريعات والقوانين لوضع حلول ورؤى أممية تسهم في معالجة تحديات تحقيق التوازن بين الجنسين ولأن مملكة البحرين تسعى دائما إلى تطوير منظومتها واستراتيجيتها وتشريعاتها فيما يعنى بحقوق المرأة فقد حظيت بتجربة ناجحة في نشر مبدأ التوازن بين الجنسين بين أوساط المجتمع وتعزيز الوعي بأهميته في المرحلة المقبلة فهذه التجربة نضجت في ظل نهج دموقراطي أرسد عائمه المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى من خلال مبادئ ميثاق العمل الوطني ونصوص دستور مملكة البحرين الذين رسخا عملية المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين ولقد أخذ المجلس الأعلى للمرأة على عاتقه هذه المسؤولية في نشر مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين فقد مارس المجلس برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة قرينة عاهل البلاد المفدى الدور الكبير والمحوري في سبيل إقرار القوانين والتشريعات وخلق الوعي المجتمعي بحقوق المرأة فقد حرس المجلس الأعلى للمرأة على إيجاد أدوات عملية لتأثير الجهود الداعمة لتحقيق التوازن بين الجنسين في كافة القطاعات وذلك من خلال إطلاق النموذج الوطني للتوازن بين الجنسين ولقد خلص التقرير الوطني الثاني للتوازن بين الجنسين 2019 و2020 والذي استعرضه المجلس الأعلى المرأة مع شركائه من السلطة التنفيذية والتشريعية ومؤسسات المجتمع المدني إلى نضوج التجربة اليوم ونجاحها وهذا ما أكدت عليه الأرقام والمؤشرات بارتفاع مؤشر التوازن بين الجنسين ويعود ذلك لتحسن معظم النتائج في محاور الأداء المؤسسي وبالأخص محور إدماج احتياجات المرأة في بيئة العمل اشتركوا في القناة